بسم الله الرحمن الرحيم طلبت الدراسات العليا في قسم الكيمياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان المحاضرة Thermal Stabilizer لتوضيح عمليات Thermal Stability of Polymers سنأخذ نموذج أو مثال على طرق التفكك بالتأثير الحراري والمثال هو البي بي سي البي بي سي طبعا واحد من البوليمرات المستخدمة بكثرة في الحياة اليومية البي بي سي وهو البولي بينايل كلورايد يعاني من عمليات التفكك وخاصة أثناء عمليات التصنيع أثناء البروسيس والسبب في ذلك يعود إلى وجود الابل سايت اضافة إلى ذلك أن البي بي سي يعاني من عمليات التفكك ايونيك موليكيول البي بي 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 سي فبالتالي هذه الفرانجمنت ممكن تسبب لي لابل سايت ممكن أيضا تسبب إلى البرانج نتيجة لعمليات تشين ترانسفير ثرو بوليمر ممكن أيضا تتكون عندي الدبل بود وهذه أيضا مألوفة في تفاعلات ترمينايشن مثل دي سي بروبريشن وكذلك تشين ترانسفير ثرو مونيمر وهي من أحدى الطرق المستخدمة في الترمينايشن أو في فري راديكال ميكانيشن عمليات الديقريديشن يتم من خلال الفري راديكال مثل ما ذكرنا حيث أنه بتأثير العامل الحراري وخاصة لديورينج بروسسيج تبدأ عمليات فقدان كلورين أتم أو عملية تسمى ديهايدرو كلورينيشن إذن بالتأثير الحراري ديورينج بروسسيج تبدأ بفقدان كلورين أتم أو ما يسمى بديهايدرو كلورينيشن هذا الكلورين الأتم تكون عادة في الستركتر اللي هو أبنورمالي خاصة اللي يكون قريب إلى تيرمينال دبل بونت وهو ما يسمى بيه اللايلك كلورين كلورين العفو أو في المكانات اللي تكون بالبرانج اللي هي تيرشيري كلوراين وهذه التراكيم الموضحة تبين أنه الأكتف كلورين في السلاسل البوليميرية للبي بي سي اللاحب مثلا نوع مثلا اللايلك كلورين هذه الكلورين وهذه الكلورين هي مجاميع فعالة أكتف نتيجة وجود دبل بونت بمجاورة لها لاحظون مثلا دبل بونت وكاربونت مجاورة حاملة للكلورين كذلك هذه الترمينيتد هذه أيضا من الوسط في وسط السلاسل نلاحظ دبل بونت وكاربونت حاملة للكلورين هون هذه الكلورين وهذه الكلورين هي مجاميع فعالة ممكن أنه تنفقد بسهولة نتيجة لوجودها في مكان مجاور إلى الدبل بونت هذه الدبل بونت تحفز على فقدان الكلورين أيضا مثال هنا نلاحظ في مكانات البرانش يكون على شكل تيرشيري كلورين تيرشيري كلورين يعني كلورين ثالثية اللي هي تكون على ذرة كاربون ثالثية هذه ذرة كاربون تكون ثالثية هذه مجموعة R من ناس سلسلة رئيسية وهناك برانش نتيجة لمجموعة أو سلسلة جانبية قصيرة معوضة على الكاربون فبالتالي تسبب تولد ما يسمى بالتيرشيري هذه كاربون تيرشيري فالكلورين المعوض عليها أيضا يعتبر تيرشيري هذا نوع نوع آخر ممكن أنه التفرع يكون سلسلة هذه سلسلة رئيسية وهناك سلسلة أخرى أيضا يكون معوضة أو متفرعة من السلسلة الرئيسية فإذا هنانا نلاحظ عدي سلسلة قصيرة جانبية معوضة بينما هنانا نلاحظ أنه سلسلة طويلة مع سلسلة أخرى متفرع منها هذا النوع أيضا يسبب لي كاربون تيرشيري بالتالي يولد إلى كاربون تيرشيري أو ثالثية هذا الكلورين وهذا الكلورين تكون أكتب رئيسا يعني سريعة الفقدان نتيجة لعمليات التفكك هذا الميكانيزم العام لعملية تفكك البي بي سي لاحظ أنه تولد فري راديكال نتيجة للبروسيسينج أو أي عامل حراري أثناء مثلا أثناء التحضير أو أثناء التصنيع مثل ما نقول أنه يتولد عندي فري راديكال فري راديكال هذا تلاحظون أنه بدأ ينتقل لسلسلة بدأ تتكون عندي الليل اللي هي مجموعة الدبل مون وتتكون عندي الليل كلورين هذه تكون أكتب ليش أكتب لأنه مجاورة إلى دبل مون فبالتالي تبدي عندي عملية التفكك من خلال فقدان الأجسية وتستمر السلاسل بالتفكك أوتو كاتاليست بهابير الأتسي أل المتحرر الحقيقة يعتبر كسترونك كاتاليست يؤثر على عملية الدي هايدرو كلوريليشي هنا الأتسي أل المتحرر تعمل على استقطاب مجاميع أتسي أل أخرى موجودة على السلسلة الرئيسية للبوليمر لاحظ أنه هذا عدي سلسلة رئيسية للبي في سي وهذا هو أتسي أل المتحرر الآن الأتسي أل المتحرر هو عبارة عن بارشيل موجب وبارشيل سالب يترتب بهذه الطريقة ويقارب مجاميع السي أل ومجاميع العفو المجاميع المعوضة على السلسلة الرئيسية للبوليمر هذه السلسلة الرئيسية للبوليمر هذا عدي الأتسي أل المتحرر يبدأ يتقارب بهذه الطريقة أنه الأتش تتقارب مع السي أل والسي أل السالب تتقارب مع الأتش الموجبة اللي هي موجودة على السلسلة الرئيسية للبوليمر وبالتالي تعمل على تحفيزها على فقدان أتسي أل أخرى تلاحظون من خلال ميكانيزم أيضا تكونت عدي دبل بونت هذه الدبل بونت راح تحفز أو تكون ما يسمى بالليلك لورين وتكون فعالة جدا للفقدان فبالتالي أنه هنا راح يسلك الاتسي أل ككتاليست لاستمرار التفاق طريقة الحماية أو طريقة الاستابلتي للبي بي سي تتوم من خلال السيطرة على ثلاثة عوامل العام الأول أنه نقدر أضيف مثبتات تعمل على امتصاص أو معادلة الاتسي أل المتحرر لأن مثل ما عرفنا أنه الاتسي أل هو يعتبر كتاليست لاستمرار عملية التفاقق أو ممكن استخدم استبيلايزر السيطرة لعلى فري راديكول اللي هي أساسا بدت عملية التفاقق أو ممكن نجيب أنه استبيلايزر له القابلية على التفاعل مع الدبل بونت وكانت الدبل بونت أيضا سبب آخر يضاف إلى الأسباب اللي أدت إلى استمرار عملية التفاقق بشكل عام الثيرمال استبيلايزر مستخدم للبي بي سي يقسم إلى مجموعتين رئيسية المجموعة الأولى عادة تكون الميتاليك لسولت اللي هي يعني العناصر الان أورغانيك وخاصة أملاح العناصر مثل الرصاص الكاديميوم سترونيتيوم إلى آخره أما المجموعة الثانية فهي مجامع الإيبوكسايد مجامع الفوسفيت الأنتي أكسيدنت وإلى آخره عادة النوع الأول يسمونه البرائماري استبيلايزر والنوع الثاني يسمى بالسكندري استبيلايزر برايماري ثيرمال استبيلايزر اللي هو مثل ما ذكرت هو من النوع الميتاليك سولت تايبز هذا النوع من الاستبيلايزر له القابلية على التفاعل مع الكلورين الألائلية والسيطرة على عمليات الزايبر ديغريديشن اللي تحدث من خلال بيرفينتينج فيرذر دي هايدرو كلورينيشن بالتالي راح تقلل من عمليات العفو السيطرة على عمليات الدي هايدرو كلورينيشن راح تقلل من عملية التفاعل من النقاط المهمة أنه هناك يجب أن تكون عالية الفعالية وتكون ذات سرعة لإتمام عملية التثبيت حيث هناك يجب أن يحدث نوع من التسابق بينها وبين نمو السلاسل اللي يقصد بها نمو سلاسل التفاكك فبالتالي يجب أن يكون هذا النوع اللي هو البرائي ماري ثيرمال استبيلايزا أنه يكون عالي السرعة ويكون أكتف بحيث يمكن أنه يسبق عمليات انتشار أو عمليات التكاثر التي تعاني منها سلاسل البي بي سي أثناء عملية الديغريديشن ويكون أكتف نيوك نيوفي ولكن من جانب آخر أنه التفاعل يجب أن يكون ليس بالقوة مع السكندري كلورين بحيث أنه ما ممكن التخلص من عنده يعني هنا نحن نضيف لنا مضاف اللي هو ثيرمال استبيلايزا رح يتفاعل مع مجاميع الكلورين اللي يليه هنا ممكن التخلص بسهولة من عنده يكون التفاعل ليس بالقوة بحيث يظل ضمن الستركشر العام للبوليمار أو على الهيكل الرئيسي للسلاسل البوليمارية الأنواع المستخدمة للثيرمال استبيلايزر للبي بي سي نذكر منها اللي هو الاستبيلايزر وعادة هذا أملاح الرصاصة هي من أقدم الاستبيلايزر المستخدمة بالبي بي سي وأغلب المصادر العلمية الحقيقة تشير أنه عبارة عن تركيب مثل ما موضح قدام حضراتكم تلاحظون أن التركيب هو عبارة عن PPO PPSO4 ومجموعة الماء هنا موجود في تركيبه ومصادر أخرى أشارت أنه هو عبارة عن بوليمار حيث أنه هذه المجموعة تكون مكررة أكثر من مرة باي أن الأكتف سايت بي هذا النوع من الاستبيلايزر هو وجود الأسرة PPOH الميكانزم يعني المصادر العلمية ما قدرت تحدد الميكانزم الحقيقة هذا النوع من الاستبيلايزر فعاليته عالية جدا وله دور كبير في قصر الألوان التي يتعرض لها البي بي سي أثناء عملية التفكك ولكن بعض الأمور المتعلقة بأنه بخلال تفاعل هذا النوع من الأملاح اللي هو الليد استبيلايزر مع الأجسيال المتحرر يولد مركبات أو تركيبات قابلية ذوبانها جدا واضعة في الماء الحقيقة هذا يعتبر ديس أدفانتج مالته السبب في ذلك لأنه هنا إذا ما يذوب بالماء هذا النوع من التركيبات خاصة الأملاح الرصاص تمتاز بالسمية العالية وأيضا من الملوثات للبيئة فبالتالي الاستخدام مالته يكون نسبيا محدد نسبيا محدد يستخدمون أغلب الأحيان في العوازل للكيبلات وللوائرات وفي المناطق اللي هي مثل ما نقول ليس في ضمن تكون قريبة للإنسان السبب في ذلك مثل ما ذكرنا أنه الأكتيفتي العالي من خلال ميكان يجب أن تلاحظونها الأكتيفتي العالي لهذه المجموعة راح تولد هذا النوع من التركيبات اللي هو البي بي سي أل هذا يكون ذوبانا بالماء قليل فبالتالي أنه يظل ضمن البوليمور أو يظل على خلينا أسميه على سطح البوليمور وجوده على سطح البوليمور البي بي سي وجوده الحقيقة بخطورة لأنه هنانا نلاحظ وجود تماس مثلا الإنسان في تماس مع هذا البوليمور فإذا كان المركب هو غير ذائب وما ممكن التخلص من عنده فيكون مضر في حالة التلامس مع الإنسان أو وجوده بالبيئة يكون ضار وهذا واحد من في هذا النوع من الاستبيلايزر نوع آخر أيضا يستخدم كمثبت للبي بي سي ويسمى بالأورغانو تين استبيلايزر وهي مركبات القصدير العضوية هذه عادة تستخدم لاستخدامات الشيت البروفايل وعادة لألابيب المياه الأفلام الفويل والبطل وإلى آخره هذه حقيقة أكثر أمانا من النوع الأول ولها عمليا يعني تكون من حيث الفعالية هي أقل فعالية من النوع الأول ولكن أكثر أمان من أملاح الرصاص تكون على شكل كاربوكسليت أو على شكل مركبتايد يعني نانا على شكل SNO أو SNS عمل الثباتية الحرارية لمركبات الثايو اللي هي المركب تايت العفو تتوم للسيطرة على البيغريديشن بالبي بي سي من خلال تو ويز طريقة الأولى هي التفاعل مع الـ من خلال وجود مجاميع السلفر أو عنصر السلفر تلاحظون من خلال ميكانز أنه تبدي تقتنص الـ LCR وبالتالي ممكن يخلصنا من العامل المحفز لعمليات أو استمرارية الـ ديغريديشن أيضا نلاحظ أنه الطريقة الثانية اللي هو هذا إذا كانت الـ LCR على السلسلة الرئيسية ممكن الـ LCR المتحرر المتحرر ممكن أيضا تقتنص هذه الـ الاستميلايزر فبالتالي من خلال الميكانزم ممكن أنه هذا الاستميلايزر اللي هو الـ الـ يعمل على الـ HCL الموجودة على الهيكل الرئيسي للبوليمر أو يعمل على الـ المتحرر سواء كان الـ موجود بالهيكل الرئيسي أو متحرر فبالحالتين الحقيقة راح يبدأ يقتنص ويؤدي إلى تركيبات مستقرة تلاحظونها هذه ميكانزم مالتها وبالتالي خلصنا من هذا العامل اللي هو الـ الـ المحفز لعمليات استمرار بـ نوع ثالث العفو من المركبات المستخدمة كـ ثيرمل ستبيلايزر مع الـ بي بي سي هي المزيج ما يسمى بالميكست بيتل ستبيلايزر وخاصة أملاح الكاليسيوم والزينك أو أملاح الباريوم والكاديميوم ما يسمى بالصوابين عادة تكون نونتكس ونسبية رخيصة وأيضا تستخدم من ناحية صناعية تستخدم بكثرة مع الـ بي بي سي هذا النوع والنوع السابق اللي هو الأورغانوتين تعتبر هي safer than lead salt وهذه ذكرناها النقطة إنه هي أكثر أمانا من النوع الأول وهي أملاح الرصاص ولكن حقيقة الـ هي أقل من النوع الأول أملاح الرصاص نعم بها سمية عالية ولكن فعاليتها عالية أيضا هذا النوع والنوع السابق اللي هو الأورغانوتين تكون نسبيا يعني خلينا أسميها lower reactivity الزينك استياريت أملاح استياريت هي المجامع الصوابين أو أملاح اللي هي البتن صوبس نلاحظ مثلا لا القابلية على التفاعل مع الـ الـ بي بي سي وبالتالي تمنع من عمليات الـ ممكن أنه تهاجم الأجسيال على السلسلة الرئيسية للـ بي بي سي وتمنع من التكون أو التحول اللوني اللي يعقب عملية الـ 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 ولكن إلى دور جدا مهم أنه الحقيقة الدور المهم أنه يؤدي إلى عمليات ما يسمى بـ Synergistic Effect هذا العامل هو إعادة الفعالية أو إعادة الـ reactivity إذا نلاحظ بالمعادلات مثلا عدي zinc ستياريت يتفاعل مع الـ HCL يتولد عدي ZN CL2 هذا الجزء الثاني من المزيج يحتوي على Calcium ستياريت Calcium ستياريت يتفاعل مع الزنك كلورايد ويؤدي إلى تحرر مرة أخرى الزنك ستياريت هذه العملية هي عملية مثل ما نقول أنه سيارجزم اللي هي ما يسمى بإعادة reactivity الزنك ستياريت يدخل بالتفاعل ويعاد مرة أخرى للاستخدام من خلال الجزء الثاني من المزيج فهذا النوع من الأملاح يتم مزجها مع بعضها البعض وتستخدم كمثبتات بعضها يشتغل على الـ HCL والبعض الآخر يعيد فعالية الجزء اللي هو اشتغل أساسا على الـ HCL هذا الميكانيزم لاحظ أنه ميكانيزم يتم بالتالي فقدان HCL تول double bond فلورين اللايلك وبالتالي يبدي الزينك هناك متل يدخل بين الأواصر اللي هي active لأن هناك عندي الـ CL صارت active فيبدي الزينك هناك يدخل بينها ويسحب الـ CL ويؤدي إلى تماسك السلاسل وبالتالي يمنع من عمليات الـ dehydro chlorine secondary thermal stabilizer أو organic stabilizer هذا النوع من الـ stabilizer أيضا له القابلية على scavenger of HCL or CL radical generated ويركز هذا النوع من المثبتات دور على تقليل من rate mal propagation reaction من عمليات التفكك يقلل من سرعة انتشار عمليات التفكك التي يعاني منها سلاسل الـ بي بي سي وبشكل عام أنه ليس لها القابلية على إيقاف عمليات التفكك بشكل كامل مثل النوع الأول وهو يكون يستخدم عادة بمعية النوع الأول حيث أنه ما يستخدم بشكل منفرد الأنواع المستخدمة كمثبتات secondary أو thermal stabilizer secondary أو بي بي سي هي مركبات الإيبوكسايد وهذه مركبات الإيبوكسايد مثل ما ذكرنا أنه تكون بمعية النوع الأول وخاصة مثلا الأملاح الميتاليك سوبس وكذلك مركبات الأورغانيك تين وغيرها وعند وجودها مع مركبات التي هي تحمل الزينك وخاصة الميتاليك سوبس تحدث الميكانيزم التالية الموضحة حيث نلاحظ أنه وجود مجاميع الإيبوكسايد هذه تسبب سكافنجر لـ المتحرر وبالتالي تتحول إلى التركيب هنا سي ووه وجود مجاميع الزينك هذه مجاميع هذه هي من تعمل على التفاعل مع الـ OH المتولد هذه مجاميع الـ OH وبالتالي راح شنو تسبب لي راح تسبب لي على السيطرة على الكلورين الـ الايلك الاكتب تلاحظون هذه الكلورين هي اكتب نتيجة لوجود دبل بوند بمجاور لها وبالتالي حدوث هذا التفاعل راح يقلل من عمليات فقدان الـ HCL هذه الفعالة اذن وجود ZNCL2 من الـ والإبوكساين من السكندري تتم هذه الميكانزم بالسيطرة على عمليات الـ دي هيدرو كلورين نوع ثاني يستخدم ك سكندري ثيرمال استبيلايزر وهي مركبات الـ وهذه المركبات عادة لها دور كما يسمى بـ ومثل ما ذكرنا أنها لها القابلية على تقليل من الـ من خلال تكوين أو ميتاليك كلوريد مثل ما ذكرنا أنه هذه مجامع الفوسفايت سبق واتكلمنا عنها في المحاضرات السابقة تسلك أنتي أوكسيدن فأيضا لها القابلية أنه هنا أيضا تقوم بنفس الدور حيث يتم التفاعل لاحظ أنها هذه سلسلة رئيسية للبي بي سي وجود مركبات الفوسفايت ستبدأ تتفاعل مع وتقلل من عمليات التفاكك أشكر أصغاءكم وأتمنى لكم السلامة الدائمة ترجمة نانسي قنقر